يعني إحنا اليوم إيجينا اليوم بس نذكركم بهالأطباق وعشان أنا أتعلم منها كمان وأسرق منهايك شوي كم معلومة حلوة لحتى نشوف هالأنا وإياكم وصفة فطيرة البيض صراحة غريبه غريبه بعد ما أحفلكم الوصف رح أقولكم شو رح عمل يلا قدير على الشاشة لتحضير فطيرة البيض المعانية هي عبارة عن خبز شراك وبيض وسمن بلدي وماء مغلي بده يكون مملح عليه رشة ملح وقال الله يعطيكم العافية يعني فطيرة البيض معانية في كتير ناس بجوز يسمعها يقول لك شو فطيرة البيض ما هو البيض بيض أول إشي البيض بده يكون شو؟ مسلوق بالمية المغلية المملحة بصير يكون عادي ولا لازم يكون بلدي؟ لا بلدي العادي بزنق انتوا لو شفتوا ملمحها كيف كشرت لما قلت لها إلا بلدي هذا جايب تمنم معان؟ لا والله من هون في سار ومحلات هون الحمد لله الحمد لله يعني صرنا نجيب منتجاتنا لا الحمد لله العاصمة هون كل شي نقق واختار يلا ستلكم هاي المية المغلية صارت عندك تفضليهم يلا وهي الغاز جاهز وأنا بأمرك شو بدك؟ بس بدي تغلي مظبوط يلا رح نخليها تغلي مظبوط أمرك لعيونك طيب هلا إحنا إيش رح نمسكهم بيضة بيضة على الحذر بحالة بس بدي رشة ملح يلا أحلى رشة ملح من الكسير نصبح لكل شركاءنا بمطبخ يوم جديد الله يديم عز الجميع ويديم الخير علينا وعليكم ويقويهم هم وكل أبناء الوطن نكبر فيهم دائما نحط على المي ملح لكي لا نمليح البيض كم ملح؟ حسب الرغبة حسب النظر نظر 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 البيض أحسن يفضل بسم الله الرحمن الرحيم بس لازم تكون المي تغلي أكتر حتى أجب لك ياها على العين اللي جمعي ياريت ياريت بس أسجتهم يلا 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 تدلل نيس إذن أول إشي لازم المي تكون تغلي بدك بعدين تحطي على المي ملح عشان تعرفوا إنه إحنا من عنا طلع الأساس مطبخنا مطبخ عريق جدا البيض في المي المغلية يعني هاي هلأ الآن تدرس في كليات تدرس في كليات فنون الطهي وهي بفكروا إنها جاي من المطبخ الغربي وإحنا ستاتنا اللي علمنا إياها يعني أنا بدي أبوس راسك إذا بتسمحيلي على هال يعني مبارح بس حكتي لي التزمت الصمت ومرضي طعلا أنا شفت شفت حكيت بشو بشو بدهت الملح أبصر شمالها مع جبهاش قلت يا آه والله شكيت نعم هي طريقة من طرق الطبخ الأوروبية في تحضير البيض والفطور الغربي فأنا لما حكيت لي إنه بممعان إحنا بنعملها إذن هذا شيء بوجود من زمن بح نخلي البيض براحتو أيها يستوي عشر دقائق تقريبا من يعني نحن خلي براحتو نطلع فاصل وبعد الفاصل بيكون البيض جهز لحتى نشوف فت الخبز للبيض يلا رح نفت بالفاصل الخبز زي ما ورجيناكم وبعدين رح نخلي البيض يستوي بعد الفاصل إن شاء الله رح نطبق مباشرة فطرة البيض لمعانية وفطرة السكر السامن البلد بفاصل رجعين خليكم معنا بعد ما رجعنا أنا وياكم بهالأجواء الحلوة وهالأجواء اللي كلها حنان وطيبة يعني البعد النفسي لها أكتر بكتير من المعنى اللي ممكن يكون بس مجرد صحل والسلام من أهل معاني الأبية ومع فنجان القهوة والبخورات كانوا من المعان غرت أنا الصراحة من ست هالا وصار لازم أزور معان لحتى أجيب من عندكم كل هالخيرات الحلوة لذلك إن شاء الله تعالى هلأ بدها تطبق لنا شو فطيرة البيض وفطيرة البيض محد بعملها بالأردن إلا المعانية المعانية خلينا نشوف يلا بسم الله هلأ بنفت فرجناك وإحنا طريقة الفت الخبز بنشرب الخبز برضو بالسمنة البلدية يا صلاة شايفين كل حافظات مملكتنا الحبيبة بتتميز بالأطباق الغنية بالسمنة البلدية واللحم شعب مضياف وأهلها مضيافين والحمد لله إنه الخير عند الجميع إن شاء الله الحمد لله حمد لله حمد لله تمام لما نشيل البيض هدا بتسويها على الإفطار ولا إلها مناسبة معينة ولا دايما بتسويها العيالة والله بحكي لك جيلي اليوم البيض العادي ما فوكله أها والله صدق فإحنا بنعملها إحنا الكبار أنا وأبو فادي الله يخلي لي إن شاء الله بضل لك نعملها أحيانا الفطور أحيانا الغداء توجه تحية لأبو فادي حبيب الشعب الله يساعده إن شاء الله بضل لك الله يساعدك الله يخليك فهي أنت حسب أنت شو أيام تبدك توقليها بس هيبتي نعمل يعني أيام ما بديك بس كنت تعمليها لأولادك وهم صغار صح؟ هم صغار بالزمنات والله لا أحكي لك لا ما كنت تعمليها هم بحكي لك ونجي لي اليوم ما بيحب هاي الأشياء بس حلو يعني أنت لسا متمسكة أنا متمسكة لأنه أنا يعني ما بحرم حالي أنا وأبو فادي هذا الصح فمنعمل لا لا منعمل إن شاء الله بالهنو بالعافية يا رب طبعا اللوز والسنوبر حسب الرغبة كمان بتحطه ما بتحطه يعني حرية شخصية أيو بس الاشراك أنا شايفته شوي مميز يعني غير اللي بنشوفه بالمخابس صح؟ لا هاي ست بتعملو وبتحطه عنا بمحل ست من معان؟ لا والله لا 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 نعم شوفوا خبزة الاشراك يعني طرية كتير تطلعوا كتير ريحتها ريحتها بتشهك ما هو بتضبطه طعمها كتير زاكي كتير كتير مش معقول فقالت لقمنوا ست من ستات المجتمع المحلي بتخبزها وبتبيعها بمحل بدي أوجه لها تحية وإن شاء الله أنا رح أزورها وأجيب منها خبزات معاني إبراهيم على الهواء مباشرة قالوا صباح الخير قالوا صباح الخير صباح النور والسرور يا إبراهيم كيفك يشوف شو يا أخبارك؟ إحنا الحمد لله إذا أنتم بخير إحنا بخير الله يعافيك بالنسبة للفطيرة البيض هذه ما أضيبها ذاكي ودسمي دسمي صحيح أبدعت نعم بيض بلدي وزبدي مظبوط نعم وزبدي بلدي كله بلدي يعني تعملوها لليوم إبراهيم بالبيت؟ نعم نعملها الحمد لله ممتاز الله منعملها كتير خاصة في الشتوية نعم إن شاء الله بالهنو بالعافية يا رب وبيوتكم عامرة دائما باللقمة الطيبة بالخير وبالبركة أهلا وسهلا فيك يا إبراهيم إبراهيم بتأكلها هي بتأكل بالإيد بتأكلها غموس؟ راح إبراهيم قولي لنا ست الكل طبعا بالإيد طبعا بالإيد تمسك شكفة الشراكي بدأ أدوقي كمان لقمة شو رأيين بيضو لحم وإن شاء الله شو الأمور تمام اليوم لا لا إن شاء الله ما هو هذا كله بلدي هذا اللي بنفع هذا اللي هاي زغرت اللي كل لجمي كبير أيوة علاقتمي أيوة الله يسلم إداكي كيف؟ أنا بغرق ببحر السمنة شكرا يلا قالوا صباح الخير وعالنور صباح النور والسرور أهلا يا عودة عليك يا شيء اتنعي احكي لك والله أول مرة أشوف فطير طلباز أنا ما عمريش طلب أرد شوف إحنا هاي وظيفتنا نذكركم بالأكل القديم ونأكد علي لا أول مرة أشوفه والله زاكي يا ريتك قريب يا ريتك قريب يا ريتك قريب ادوه المنزة بنعرفهم الفطيرة البيضاء والمرة سمحة يخطيع العلوان نعم هيست الكل معك تضل إذا حبي تسألها لا أشكر يا ريتك قريب أهلا وسهلا وميت مرحبا جربوهم ودائما أنا بقول أرض الميدان هي الفصل الصح أني أنا أجرب وأدو بقدر وقتها أنا أقول إذا صح ولا مش صح بس صدقا بعيدا عن أمو جاملة أنا خلصت لأمو فطوري وغدايا اليوم عندك يا ستحال حياكي الله ما تشرب حياكي الله حبيبت القلب تعيش وتعمل ويعيش وهالديات الله يسألك وهاي هي وظيفة مطبخ يوم جديد تقدم لكم الأطباء اللي من تراثنا أطباء هويتنا الأردنية اللي بتذكرنا دائما بالأيام الحلوة بأيام البساطة وبعدين هاي الأكلات مش مجرد أكلات والسلام هي أكلات بتعزز الصحة الجسدية وبتأوي الجسم لشان هيك أهل زمان كانوا قد ما يتعبوا ويشقوا تلاقيهم أخلنها عم يضحك ويبتسم والله صح الله يقويكم جميل